هنا حيث جراء شرقية العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة بين ميليشيات رحبة الدروع التي يقودها عسكريون تابعون لهذه الكتيبة واخرى تدعى الشهيدة صبرية والنتيجة تسعة قتلى وستة عشر جريحا ولكن ما سبب تجدد الاشتباكات بين الطرفين بعد صراع وقع بينهما في منتصف يوليو الماضي وادى الى وقوع ضحايا مدنيين وكذلك خسار مادية تقارير صحفية محلية تشير الى ان السبب يكمن في محاولة اغتيال بشير خلف الله وقد اتهمت جماعته المسلحة ميليشياء الشهيدة الصبرية بالوقوف خلف هذه المحاولة اما اللافت ان الطرفين المتحاربين متحالفان مع حكومة عبد الحميد دبيبة والتي رفض المتحدث باسمها التعليق على عنف يصلط ضوء على هشاشة ليبيا التي مزقتها الحرب الاشتباكات توقفت بموجب وساطة رعتها اطراف عسكرية يقول مصدر في وزارة الداخلية في حكومة دبيبة موضحا ان اتفاقا توصل اليه الطرفان ينص على انسحاب عناصر الفريقين الى الثكونات مع السماح لقوة محايدة بالتمركز بين الطرفين ازاء تلك الاحداث كان تحذير من بعثة الامم المتحدة وسفرات غربية من تحول هذا التحرك العسكري الى حرب شاملة بين قوات القائد العسكري خليفة حفتر والميليشيات المتمركزة غربية البلاد بعد اربعة عوام من اتفاق انهى اربعة عشر شهرا من الحرب بين الجانبين شكرا